تشهد محافظة شبوة منذ أسابيع ارتفاعا حدا في أسعار المواشر البلدية بالتزامن مع انتشار سماسرة وتجار من خارج المحافظة يقومون بشراء الأغنام من الأسواق ومن أرباب مزارع التربية حيث يغالون في أسعارها ويدفعون أثمان المغرية تفوق قيمة الحقيقية حقيقة قبل أسابيع في هذه المحافظة انتشارت ظاهرة جديدة حالينا لم نعرفها من قبل التجار يهربوا الأغنام الثروة الحيوانية من داخل المحافظة إلى خارج الجمهورية عبر المنافذ فندعو السلطة المحلية في المحافظة شبوة انتضع حد لهذا الكلام لكونها سببت لنا قلع ارتفعت سعار الغنم قبل شهرين كان الكبش 200 ألف الآن الكبش يوصل إلى 300 ألف والمواطن الآن في حالة يعني يعش بيقدر يشتري له كبش لأولاده والأطفال من غريب رمضان الآن الحكم العمانيين صدروا الكبش من 400 ألف يشترون من 200 كبش يشترونها يصدرونها من خارج السوق هذا التجار اللي كان بميه قبل شهر الآن يوصل إلى 150 ألف وفي الوقت الذي يؤكد أكثر من مصدر أن هؤلاء التجار الذين يستعينون بسماسرة في شراو تجميع الأغنام يتولون تصديرها إلى بعض الدول المجاورة في ظل غياب تام لأي دور الرقابي من قبل الجهات الرسمية مما يخفف من الأعباء التي يتحملها المستهلك وبالمقابل مع شهر التوفر الأغنام نتيجة الإقبال على شراءها من قبل المصدرين تضاعفت أسعار اللحم الحمراء بشكل لافت مواطنون ومستهلكون يشهدوا السلطات المحلية والحكومة الشرعية باتخاذ إقراءات سريعة لما من شأنه منع استمرار تصدير الأغنام والمواجهة خارج البلاد والتي تسببت في أزمة تضاعف من معاناة المواطنين نطالب الجهات الرسمية في الدولة بنت تحرك للقضاء على هذه الظاهرة لتهريب الثروات الوطنية التي يتمس حياة المواطن وهي الأغنام والأبل والثروة السمكية والزراعية والزراعية بكافة أنواحها لهذا تعيد ضرر على المواطن وعلى معيشة المعاطن نطالب الجهات الرسمية في الدولة بنت تتحرك يتزامن ارتفاع سعار الأغنام وتصديرها مع قدوم شهر رمضان وقرب المناسبات والأعياد الدينية التي يزيد فيها الطلب على الأغنام واستهلاك اللحوم مما يوسع من حجم المحرومين من تناولها ويخلف عباء إضافية على من كان يستطيع إلى ذلك سبيلا زبيل عطية اليمن اليوم وحافظة شبوة ترجمة نانسي قنقر